برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس عقد مجلس الشورى جلسته الاعتيادية الأسبوعية صباح اليوم وقد وافق المجلس خلال الجنس على ثلاثة مرسوم بقوانين الأول لتعديل قانون الشركات التجارية والثاني لإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض وتنظيم السياحة إضافة إلى مرسوم بقانون بشأن نقل اختصاصات ومهم المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل جلسة لم تتجاوز الساعتين غلبت عليها المراسيم بقوانين التي حظيت بموافقة الشوريين عليها بالإجمع وهي المرسوم بقانون بتعديل أحكام قانون الشركات التجارية ومرسوم إنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات ومرسوم تنظيم السياحة ومرسوم تعديل قانون التأمين ضد التعطل إضافة إلى المرسوم الذي يقضي بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل سيدي سمو رئيس الوزراء حريص على تقليل الازدواجية في جميع مؤسسات الدولة أو الهيئات ووجدوا أن وزارة العمل تقوم بالتدريب بالإضافة إلى صندوق العمل وهو تمكين لذلك تم إلقاء مشروع المجلس الأعلى للتدريب المهني لتنتقل اختصاصاته وتبعياته إلى صندوق العمل لتتوحد الجهود في تقديم خدمات متميزة للباحثين عن عمل أو من يرقب في تحسين وضعه المجلس تطرق أيضا إلى المشروع بقانون بشأن الرسوم القضائية حيث تمسك الشوريون برأيهم في عدم تجاوز الرسوم القضائية لنسبة 3% كان النواب عندهم لهذا الاقترح بتحديد نسبة معينة تم الانتهاء من النواب أن يحدد بما لا يتجاوز 5% ولكن نحن في المجلس الشورى ارتقينا أن تقرير اللجنة رفع بما لا يتجاوز 3% الهدف من رأي اللجنة هو التشير على المتقاضيين في هذه الأمور باعتبار أن الرسوم القضائية تدفع عند رفع الدعوة القضائية للمطالبة بالحق لإثبات الحق كما تم التطرق للاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات والمتعلقة بإيقاف الملاحقة القانونية للمغتصب إذا تم عقد الزواج بالمجنية عليها هذه المادة الحقيقة عليها كثير من الملاحظات التي أبدأها أو أبدأتها مؤسسات المجتمع المدني وللعلم أيضا فأن هذه المادة ألقيت في المملكة المغربية وفي جمهورية المصر العربية وأيضا قبل شهر أيضا ألقيت من قانون العقوبات في المملكة الأورجينية الهاشمية فيما أجل مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين